للأسف كثير من الأشخاص في مرحلة نزول الوزن يهتم أكثر على تقليل الأكل وتقليل السعرات الحرارية ويهم بشكل كبير الجانب المهم وهي الحركة وزيادة النشاط هذه طريقة غير صحيحة أبدا بنزول الوزن لازم نعرف من أنه الشخص اللي يتحرك أكثر ويستهلك أكل أكثر فهو في حالة صحية أفضل بكثير من الشخص الخامل قليل الحركة مع أنه يستهلك سعرات حرارية منخفضة وبهذا الفيديو رح نذكر خمسة تغييرات إيجابية رح تحدث للأشخاص اللي يستهلكوا سعرات حرارية أكثر ومع ذلك في زيادة النشاط وعشان نشرح الموضوع أكثر فرح نحتاج إلى صبورة فالشخص اللي يتناول أكثر ويتحرك أكثر رح يلاحظ سرعة التخلص من الدون المخزنة داخل الجسم أيضا بطء باكتساب الكتلة وسرعة الوصول للوزن المثالي والأهم بكثير من استرجاع الوزن السابق هذا بسبب من أنه الشخص المحتم بهذه الطريقة رح يحافظ بشكل كبير على معدل الأيض بحكس الشخص الخامل مع ذلك محتم بتقليل السعرات الحرارية وتقليل الأكل الخمول طوال اليوم وطوال أيام الأسبوع هذا الشيء رح يضر بشكل كبير على معدل الأيض بكذا الشخص رح يكون غير قادر على الوصول على الوزن المطلوب وغير قادر أيضا على الحفاظ على الوزن المثالي التغيير الإيجابي الثاني اللي هو رح يساعد بشكل كبير على تقليل من عوامل تقدم السن الشخص كثير النشاط رح يحافظ بشكل كبير على الكتلة العضلية إذا رح يحافظ على الكتلة العظمية قدر الإمكان مع تقدم العمر فإذا حافظنا على هذه الأنسجة المهمة بكذا رح يكون قادرين أكثر على تقليل عوامل تقدم السن بعكس الأشخاص اللي يكونوا فيه خمول تام أغلب الأيام فرح يكونوا معرضين أكثر من الإصابة بعوامل تقدم السن وفقد كبير بالكتلة العظمية والكتلة العضلية فالشخص وقته رح يواجه مشكلة الترحولات تجايد أجل وقلة شديدة بالاعتماد بالنفس أيضا رح تزيد من مشكلة رح يواجه كثير من الأشخاص مع تقدم السن للألام المزمنة سواء مثلا على مستوى المفاصل والعظام مثل ألام الظهر ألام المفاصل ألام الركب والتغيير الإيجابي الثالث وراء الأكل أكثر والنشاط أكثر اللي هو التخلص أو المساعدة بالتخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين في أسرع وقت ممكن فكلما كنا نشيطين أكثر كلما حافظنا على الكتلة العضلية من الهدم وهذا الشيء رح يساعدنا بالتخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين لأن العضلات من الأعضاء والأنسجة المهمة جدا اللي تحافظنا على معدل الأيض وتحافظنا على مستويات سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي أيضا الأنسجة العضلية تحتوي على كميات عالية جدا من بيت الطاقة وهي الميتوكندرية فمع زيادة الكتلة العضلية بزيادة النشاط فبكذا رح نكتسب الكتلة العضلية فبكذا رح تزيد من عدد وكفاءة بيت الطاقة فبكذا رح نكون قادرين أكثر على التحكم بمساعدة سكر الدم ونكون قادرين على التخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين فحتى إذا كنا نتناول النشويات والسكريات مع زيادة النشاط بكذا رح نكون في وقاية من مقاومة الإنسولين أو حتى التخلص منها تغيير الإيجابي الرابع اللي هو أن الشخص رح يلاحظ تحسن كبير بالمزاج طيب إيش العلاقة بين زيادة النشاط وزيادة الكتلة العضلية وبصحة الدماغ الشخص النشيط أكثر اللي يمارس مثلا التمارين الرياضية رح يكون قادر على ضبط مستويات هورمون التوتر وهو هورمون الكورتيزول أيضا رح يحسن بشكل كبير من النواقل العصبية مثل الناقل العصبي اللي هو الإندروفين فرح يقلب بشكل كبير من الشعور بالآلام المزمنة رح يزيد بشكل كبير هذا الناقل العصبي من الإحساس بالمتع أيضا الناقل العصبي اللي هو الدومامين هذه كلها رح تساعدنا على تحسين المزاج والوقاية من الإصابة بالاكتئاب أيضا مع زيادة النشاط هذا الشيء رح يزيد من تدفق الأكسجين داخل خلايا الدماغ كذا رح نعزز بشكل كبير من الذاكرة ورح نحسن من المرونة بالتفكير التغيير الخامس الإيجابي أيضا أنه الشخص رح يلاحظ تحسن كبير بالنوم تحسن في جودة النوم تحسن في مدة النوم أيضا سرعة الخلود إلى النوم أيضا رح يكون قادر أكثر على التخلص من الضربات النوم مثل الأرق والانقطاع وهو انقطاع التنفس الانسيدادي النومي هذه كلها بسبب ضبط مستوية هرمون الكورتيزول والهرمون التغتر أيضا بضبط الساعة البايولوجية التي تحدث داخل الجسم وهو ضبط موعد النوم وموعد الاستيقاظ فهذه كل الفوائد الإيجابية اللي ذكرناها الشخص اللي يكون خامل طوال اليوم وطوال الأسبوع رح يكون محروم منها فابدأ من الآن بزيادة النشاط وأول خطوة ممكن تبدأ بها اللي هو زيادة عدد الخطوات فأحرص على ممارسة الخطوات وممارسة عادة المشي 8 إلى 10 أو حتى 15 ألف بشكل يومي وعدي جدا ممكن تطبيق هذه العادة تدريجيا أيضا احرص على ممارسة التمرين الرياضية المناسبة لك سواء تمرين الكارديو أو تمرين المقاومة ويكثب فقط ثلاثة أيام بالأسبوع ولكن من المهم جدا عند تناول الأكلات يكون غذاء صحي وتكون قادرة على تحضير الوجبة بطريقة صحية أكيد طبعا عن طريق إضافة البغذيات الأساسية اللي يحتاجها الجسم مثل البروتينات فمهم جدا في كل وجبة يحلص على إضافة البروتين فهي حاجة أساسية يحتاجها الجسم والشخص يكون غير قادر على العيش من دونه مثل الدجاج واللحم والسمك والبيض ضيفها في كل وجبة أيضا ممكن إضافة الدهون الأساسية الطبيعية أيضا هذا الدهون الطبيعية الصحية مهم جدا أن تكون متوافرة في كل وجبة مثل زيت الزيتون زيت جوز الحند والسمنة والزبدة الحيوانية هذه كلها مصادر طبيعية ممكن إضافتها في كل وجبة أيضا ممكن إضافة النشويات الصحية على حسب مستوى نشاطك فهي جدا ممكن إضافة الخضار الفواكه البقوليات وحتى الخبز والأرز إذا كان جسمك قادر على تقبله بكميات على حسب نشاطك اليومي بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو فإذا أجبك الموضوعات ونضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشارك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم قسارة الدهون واسترجاع الصحة ويعطيكم الفعافية ترجمة نانسي قنقر